أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده نقد بدأنا بالآية الأولى والثانية من سورة البقرة وتحدثنا عن أن هذا القرآن الكتاب لا شك فيه من رب العالمين فيه هدى للمتقين وتحدثنا عن المتقين وهم الذين يتقون عذاب الله بالإيمان وهو الأساس وبطاعة الله فيما أمر واجتناب ما نهأ عنه وزجر فإذا كان أحد الناس على غير هذا النهج فليعلم أنه خارج نطاق المتقين وخارج نطاق المؤمنين الذين يتمموا الله وصفهم ويبينه في الآيات التالية وهذا ما ذكرناه في آخر الحلقة السابقة الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب الإيمان هو التصديق الجازم أن يصدقون بالغيب والغيب هو ما لا تراه العيون لا تدركه الحواس هذا اسمه غيب مثل الإيمان بالجنة والنار والملائكة وعذاب القبر وكل ما أخبر عنه القرآن من الأمور المغيبة عن حواس الإنسان وأخبر عنه هذا القرآن فمن كان يصدق ذلك تصديقا جازما فهو المؤمن أما إذا كان بعض الناس يدعي الإيمان أنا والله مؤمن بالله فقط مؤمن بالله طيب النصراني مؤمن بالله واليهود مؤمن بالله والفاجر والكافر مؤمن بالله وكل البشرية لا يستطيع أحد أن ينكر الإيمان بالله حتى من يزعم أنه لا يؤمن بالله وأنه خرافة وفي حقيقة نفسه يؤمن بأن هناك سلطة تتصرف فيه وبأمعائه وبجسمه وتبحيه وتميته وهي سلطة الله الخالق فهو يؤمن بالله ما في أحد لا يؤمن بالله المشكلة أن حياة الجاهلية أو الجهل أهل الجهل يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولكن يطيعون غيره وهذا ما يسميه القرآن والسنة الشرك أي يشركون مع الله طاعة غيره فيعتقدون بأن الله هو الخالق وهو الرب ويكون معه أرباب أخرى أو أسياد أخرى يطيعونها من دون الله فأديان الحق الأديان السماوية التي أرسل الله بها الرسل هدفها الأساس تحرير الإنسان من تسلط غير الله تبارك وتعالى وهذا مفهوم لا إله إلا الله التي جاءت به الديانات السماوية كلها جاء نوح يدعو قومه إلى طاعة الله والتحرر من العبودية لغيره أي إلى لا إله إلا الله وجاء غيره كذلك إذريس سيدنا موسى عليه السلام سيدنا المسيح عليه السلام كلهم جاءوا يدعون الناس إلى لا إله إلا الله ما لكم من إله غيره أي لا تطيعوا غير الله ولا تقدسوا غير الله ولا تتبعوا غير الله لأن الإنسان خلق اجتماعيا بطبعه لا يستطيع أن يعيش الإنسان رجل كان أو امرأة منفردا منفردا وانعزل عن العالم فيخبز لنفسه ويطحل لنفسه ويغرس المزرعات لنفسه فقط شجرة يأكل منا ويعيش منا مستحيل سيابه يخيطها فلا بد أن يعيش في مجتمع وذلك لأن الإنسان طفولته طويلة وهو ضعيف خلق الإنسان ضعيفا فعندما تولد الحيوانات بمجرد ولادتها بعد ثوان يقوم الحيوان ويسعى بنفسه إلى سدي أمه زحفا أو على رجليه فيرضع ويتغزى إلى أن يكبر ويستغني من الحيوانات من تستغني عن أمهاتها بأسبوع منها من تستغني بشهور منها من تستغني بثلاثة أشهر منها من يمتد رضاعها إلى سنة ثم تستغني عن أمهاتها وتسعى إلى رزقها بنفسها إن كانت لاحمة تأكل اللحم فتفترس وإن كانت عشبية تأكل الأعشاب وتستغني عن أمهاتها إلا الإنسان يولد ضعيفا إذا لم تحمله أمه إلى ثديها يموت جوعا لا تحمل إلى ثديها فقط بل تلقمه حلمة السدي حتى يرضع ويتغزى إذا تركته أمه دون تنظيف يموت بقزوراته إذا لم تغسله وتهيئ له بعد أن يولد الثياب وما يعني يقيه الحر والقر يموت من البرد أو من الحر ويبقى هكذا محتاجا لأمه وأبيه إلى أن يبلغ الثامنة والتاسعة كله في طور الطفولة ولذلك لا بد أن يكون هناك تجازب بين الأب والأم لرعاية هؤلاء الأطفال ولا بد أن يخلق الله في نفس الأب والأم لزة وسعادة تجاه تربية هؤلاء الأطفال فالله هو الذي رباهم والله هو الذي نماهم بخلق ما ينميهم ويوذيهم فإذا لا بد من اجتماع رجل وامرأة وتكوين أسره ومجموعة أسر هؤلاء الأشخاص يستغلون بالطحين وهؤلاء بالزراع وهؤلاء بالصناع وهؤلاء بالثياب ويتبادل الناس فلا بد للإنسان أن يعيش في مجتمع وإذا كان بحاجة أن يعيش في مجتمع فمن الذي يحكم هذا المجتمع ومن له السلطان أن يقول هذا ممنوع وهذا واجب من إذا كان رجل أو امرأة هم الذين بيدهم السلطة ويفعلون ذلك فقد تألهوا يتسلطون على الناس ولهم مصالح ولهم أهواء ربما تضر بالآخرين لتحقيق مصالحهم ولذلك ربنا تبارك وتعالى أراد أن يحرر الإنسان وكرم بني آدم بهذه الحرية كثير من المفسرين يقولون ولقد كرمنا بني آدم أي كرمناه به خلقته وهيئته كرم بني آدم بالعقل والتحرير من العبودية لغير ربه سبحانه وتعالى فربنا يقول للبشرية على لسان الأديان السماوية كلها لا يتسلفن أحد على أحد ولا يتحكمن أحد بأحد إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا أي لا تطيع ولا تخضعوا أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم هذه الديانات السماوية التي جاءت من عند الله أما تفصيلاتها فحسب الأقوام لأن البشرية تتدرج من حال إلى حال كما يتدرج الطفل من سن الرضاء إلى سن الشيخوقة فالبشرية تتدرج تكون مفاهيمها وحاجاتها صغيرة ولذلك كان الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل هذا الدين كانوا أقواما ومجموعات ثم هذه المجموعات كبرت فأرسل الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وملائه لأنهم كانوا مجموعات بشرية كبيرة وكان يتسلط فيهم فرعون كما تتسلط الفراعن في القرن العشرين الآن بقوة السلاح وبالإرهاب هم الإرهابيون فجاء موسى عليه الصلاة والسلام مرسلا من ربه لينقذ الناس من فرعون ويطب منهم جميعا أن يطيعوا الله تبارك وتعالى خالقه وبعد موسى عليه السلام إن حرف الناس فهذا يخضع لفلان وهذا يذل لفلان وهذا وهذا فجاء سيدنا عيسى عليه السلام مرسلا من ربه سبحانه وتعالى مؤيدا بالمعجزات وطلب من الناس أن يرجعوا إلى الله وأن يطيعوا الله وأن يتحرروا من طاعة غيره في كثير من الأمور التي انحرفوا فيها عن شرع الله في التوراة فآمن به من آمن وكفر به بن إسرائيل فبن إسرائيل كفروا بدينين بدين عيسى وبدين محمد عليه الصلاة والسلام وأما النصارى فكفروا بدين واحد ودين محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بعيسى ولذلك قلوبهم أليا من قلوب اليهود يريدون الحق فضلوا عن الحق أما اليهود يعرفون الحق فيتركونه فهم المغضوب عليهم إذن المؤمن ليس الذي يؤمن بأن الله موجود لا المؤمن الذي يؤمن بالغيب الذي أخبر به هذا القرآن الثابت أنه من عند الله فإذا كان يؤمن بأن هذا القرآن من عند الله كما ذلت الأدل القاطع على ذلك فهذا يعني أنه يطيع الله ويصدقه فيما أخبر به في هذا القرآن وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن الملائكة فيؤمن بهم فإذا شز في إيمانه أقول شز أضرب لكم مثال نموزج واقعي الله أخبر عن الملائكة في القرآن الذي نؤمن به ويزعم من يزعم بشكل غير صحيح إن كان إيمانه غير صحيح يزعم أيضا أنه يؤمن به أخبر الله في القرآن عن الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم إذن من يزعم أن جبريل عليه السلام تاه ونزل بالنبوة على محمد عليه الصلاة والسلام وغلط بدل أن ينزلها على عليه فهؤلاء ساروا في طريق الكفر والخروج عن منهج الحق لماذا؟ لأنهم كذبوا آية من آيات القرآن أن الملائكة جعلهم يخطئون ولا يطيعون الله أمره أن يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى علي فذهب إلى محمد هل هذا كلام مقبول؟ ملك من أسياد الملائكة جبريل عليه السلام يغلق وقال يقولون تاه الأمين أي أمين هذا؟ أي أمين هذا؟ لنفترض ذلك أن الأمين تاه رب العزة الذي أرسله ألا يدري ولا يعلمه علام الغيوب؟ وهو العليم بكل شيء وهو العليم الخبير؟ ألم يدري الله سبحانه وتعالى أن جبريل أرسله إلى علي فراح إلى محمد؟ ثم إن هذا الخطأ الجسيم الذي لا يقع فيه مخلوق عادي كيف يقعه به ملك؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سيئن محمد صلى الله عليه وسلم أمره أربعين سنة عندما نزل عليه الوحي وعليه كان أمر عشر سنين وآمن به بعد ذلك والوقاء كلها تدل على أن النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان عليه فغلط الأمين وأخذ إلى محمد؟ ماذا التخريف الذي يخرجون به عن منهج الكتاب الله تبارك وتعالى؟ أين هذا الإيمان بالغيب الذي أخبر عنه القرآن؟ يؤمنون بالغيب إذن يؤمنون بكل ما ذكره القرآن من المغيبات من الملائكة إلى الجنة إلى النار إلى الميزان إلى الحساب إلى الصراط إلى كل شيء أخبر به القرآن فإذا أنكر شيئا موجودا في القرآن فهو إذن يكذب القرآن ولا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالغيب ويقيمون الصلاة بعض الناس يقول لك القصد أن قلبي طيب لا يقول أحد عن دبسي وحامض كل أحد يزعم على نفس أنه هو الذي يفهم وبقية الناس لا يفهمون ومع الأسف يكون هو الذي لا يفهم ويقيمون الصلاة إذن يؤدونها يؤدونها بشرائطها من طهارة قبل الصلاة وضوء كذا وبأركانها وبخشوعها يعني يكون قلبهم مع الله ويفهمون ما يقرؤون وما يسبحون وما يذكرون الله بأرسنتهم لأن المنافقين لا يذكرون الله في الصلاة إلا قليلا يعني هم في الصلاة ولكن قلبهم وتفكيرهم في غارج الصلاة أسأل الله العافية والصلاة ذكرت أن بعض الناس يزعم أنه قلبه طيب ما في حاجة للصلاة المهم يكون صالح كل واحد يقول عن نفسه أن قلبه طيب ولكن لا بد للإنسان وقد خلق وله مشاعر وله غرائز وله متطلبات وله حاجيات تربطه بهذه الأرض لا بد له من اتصال بالسماء بالله خالق الكائنات ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وقال عليه الصلاة والسلام الفرق بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر فإذا ترك الصلاة معتقدا أنه لا حاجة إليها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه lord فكثير من هؤلاء الذين لا يصلون كثيرا من هؤلاء الذين لا يصلون ولا يطيعون الله في أداء هذه الفريضة ويزعم أنه محب لله والرسول وأنه وأنه والناس تكفره لا هو كفر نفسه هو ابتعد عن الله وقطع الصلة بينه وبين الله لأن هذا القلب البشري وهذه النفس البشري الأمارة بالسوء لابد لها من اتصان بالسماء بالله تبارك وتعالى وهذه الصلة تكون عن طريق الصلاة مثل بل تشفيه مثال المدخرة بطارية السيارة إذا لم يبقى فيها كهرباء لا تشتغل السيارة ولا تتحرك وهذه البطارية كل ما أخذ منها كهرباء هناك مولد متصل بالمولد يدور المحرك فيدير المولد فيملأ البطارية بالكهرباء فإذا قطع إنسان السلك بين هذا المصدر الكهرباء وبين البطارية تمشي فترة ثم تنقطع ولا تشتغل وهذا القلب البشري إذا استمر على انقطاع مع الله تبارك وتعالى فترة من الزمن والعياذ بالله تعالى وإذا به يتوجه القلب إلى غير الله ولا يبقى من الله والإيمان بالله إلا الكلام الفارغ فلينتبه كل إنسان إلى نفسه ولا يزعم أن الناس تكفره ربما يعرف نفسه أنه وكفر وخرج عن منهج الله فيتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الرزق في حقيقته من الله وليس الرزق والدينار والدرهم الذي يستعمله الناس في تبادلهم التجاري الرزق هو ما خلقه الله في هذه الأرض من نباتات وفواقه وأغزية ما خلقه الله على هذه الأرض من أنعام وحيوانات يتغزى الإنسان بلحمها ينال من لحمها البروتين ما خلقه الله في هذه الأرض من أقطان وأشياء أخرى وكتان وكذا ويأخذ منها لباسه هذا هو الرزق وهذا الرزق كله الله خلقه وأما ما يتناوله الناس من أموال هذه وسائل تبادل الرزق فأصل الرزق من الله ولذلك تجد أن إنسانا امتلك ملايين ثم أراد أن يستفيد من هذه الملايين بقرش أو بقرشين يأتي ملك الموت فأخذ روحه ولا يستفيد منه شيئا الآن انتهى الرزق انقطع فالرزق إذن ما يخلقه الله للإنسان وهذا من الله ويقدر هذا الذي يخلقه الله للإنسان يقدر بأثمان أيضا خلقه الله من الدينار والدرهم من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية هذه وسائل لتبادل الأرزاق والأرزاق من الله سبحانه وتعالى فيقول لك الله في صفات المؤمنين إذا أردت أن تكون منهم ومما رزقناهم ينفقون فالله هو الذي رزقك وقال لك مما أعطيتك من الرزق أعطي في المية اثنين ونص أو كذا نسب معين إلى فلان الفقير من الفقراء فالمؤمن يصدق ويعتمر بأمر الله وينفق مما رزقه الله وهذا فضل من الله أنت تنفق مما أعطاك ويعطيك الأجر ولكن المنافقين والكفار لا يفقهون هذا يظن أن المال مال وأتيه على علم منه وأن حصله بشطارته لا ليس بشطارته الله والرزاق ذو القوة المتين ومما رزقناهم ينفقون إذن يؤدون الصدقات الواجبة التي أمرهم الله بالإنفاق منها والصدقات الواجبة كالزكاة وما أوجب الله الإنفاق عليه مثل الزوجة والأولاد والذذر وأيضا تدخل فيها الصدقات العامة التي يتصدق بها المؤمن زيادة عن الصدقات الواجبة والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي ما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك أي يؤمنون بالديانات السموية كلها فمن كفر بإحدا الديانات فقد خرج من الإسلام فإذا كان يؤمن بموسى وعيسى ويقفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لسنا نحن أن نكفره هذا هو القرآن الذي يزعم أنه يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالله إذا كان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينكر ويكفر برسالة عيسى أو برسالة بوسى فهو كافر أيضا إذن يؤمنون بالكتاب كله يؤمنون بما أنزل عليك يا محمد في هذا القرآن وما أنزل من قبلك ولكن إيمانهم بالقرآن إيمان كتاب ثابت بيقين أنه من عند الله فيطيع الله فيما أنزل فيه أما إيماننا بالرسالات السابقة نؤمن بها إجمالا نؤمن بالنبي موسى عليه السلام وأن ما أنزل عليه الحق صالح لبني إسرائيل ومن كان في زمانهم نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام أنه نبي من أنبياء أرسله الله لبني إسرائيل وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وتوجيهاته صالحة متممة لما أنزل في التوراة نؤمن بذلك إجمالا ولكن لا نؤمن بالخرافات والأكاذيب التي هي موجودة في كتبهم لا إذا كان غيروا وبدلوا وكان هنا خرافات كما يدعي العهد القديم والعيس بالله تعالى عند التوراة أن داود زن بكنته زوجة سليمان وأن هذه الخرافات والأكاذيب هذا لا نؤمن به إنما نؤمن بما أنزل على عيسى وعلى موسى إجمالا وما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا والذين أؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أن يصدقون بالآخرة الآخرة أي اليوم الآخر أن بعد هذه الدنيا التي سماها الله سبحانه وتعالى الدار الدنيا يوم آخر يبعث الله فيه جميع الخلائق ويحاسبهم على أعمالهم ويجزيهم بالخير خيرا وبالشر شرا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فالمؤمن لا يكتمل إيمانه إلا أن يؤمن باليوم الآخر يؤمن بالحساب والجزاء يوم القيامة وهذا أخبر به القرآن فإذا لم يؤمن فيكون كافرا لسنا نحن الذين نكفرون وأود أن ألفت النظر إلى أن عدم الإيمان باليوم الآخر إما أن يقول بلسانه أنه لا يؤمن به وأنه أكاذيب فيكذب القرآن وإما أن يكذبه عمليا فهو يطيع غير الله ويزعم أنه على الحق لو كان يؤمن باليوم الآخر أن الله سيجزيه على عمله جهنم ومبئس المصير كما أخبر القرآن لما فعل ذلك ولكنه عندما عبد وأطاع وقدس غير الله وخرج عن منهج الله الذي رسمه هذا القرآن فهذا دليل على أنه لا يؤمن بهذا القرآن الذي أخبر أن هناك جزاء على عمله ولهذا نرى بعض المجرمين الذين يدعون الإيمان بالقرآن ويدعون الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويدعون أنهم يؤمنون بالآخرة وأنهم سيدخلون الجنة وهم على الخط الذي يدخلون فيه النار كما أخبر القرآن نفسه ولأيذب الله تعالى فهؤلاء المتصفين بهذه الصفات الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وما أنزل من قبله إجمالا وبالآخرة هم انتبهوا ما قال يؤمنون قال يوقنون أن يعتقدون اعتقادا جازما كأنهم يروا بأعينهم أنهم مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى فمن اعتقد هذا الاتقاد استقام على أمر الله أما إن كان اعتقاده هذا غير صحيح فتراه يطيع غير الله ولا يسأل عن الآخرة ولا عن الحساب مثل الطالب الذي يعتقد أن هناك امتحان ولكن لا يريد أن يفوز بالامتحان ويزعم أنه إن شاء الله الله بوفقه مثل الذين قالوا سيغفروا لنا ثم لا يدرس ولا يشتغل ولا يستعد الامتحان فهذا الذي لا يستعد الجزاء يوم القيامة ولا يؤمن بيوم الآخر إيمانا يقينيا وبالآخرة هم يوقنون هذه آخر صفة من الصفات الخمس أولئك المتصفون بهذه الصفات الخمس على هدى من ربهم على هداية ودراية ويسيرون في سلوك صحيح واعين أن هذا السلوك يعطيهم السعادة في الدنيا ويسيرهم إلى جنة الخلد في الآخرة فيفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون والمفلحون الذين يدركون ما طلبوا وهي الجنة في الآخرة والسعادة في الدنيا قبلها وينجون مما هربوا وهو النار والعذاب يوم القيامة في الآخرة ولذلك هم من المتقين والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر